مشاهدين في حلقتنا رح يكون في مواضيع مختلفة وأيضا ضيوف مميزين لكن في البداية رح يكون معي ضيفي لأستاذ عبد الرزاق الموسى محاضر في العلاقات الإنسانية وألوان الحب رح أكيد انتفرع بهذا الموضوع وانتكلم بكامل تفاصيله حياك الله أستاذ ومنوره الله يحييكم الله يسلمك أستاذ بنتكلم اليوم في مجتمعنا لأن الأمانة يعني الموضوع حتى تكلمنا جدا مهم مجتمعنا اليوم عنده مشكلة لما تقول لها حب نفسك يشعر بأن هذه الكلمة شوي ما المقبول كأن فيها أنانية لما أقول لازم أحب نفسي فيريت لو نوضح هذه الجزئية للمشاهدين هي هو حب النفسي يعني ترى بالفطرة يعني الله لما خلقنا بحب يعني لو ما يحبنا ما خلقنا الله سبحانه وتعالى خلقنا بحب سخلنا الأرض وما عليها والسماء وما فيها لسعادة الدارين نسعد نفسنا جزء من إسعاد النفس أنك تحب نفسك تحب تسعد نفسك بس الناس ربطت ما بين حب الذات أو حب النفس والأنانية صحيح شو ممكن نفصل بين يعني هذا الشيء يمكن يكون بينهم خط رفيع جدا الإنسان المقدر يفرق بين الأنانية وحب النفس بطريقة مسالمة جدا شو ممكن نفرق بينهم حب الذات أو حب النفس هو احترام وتقدير النفس الإنسانية اللي الله كرمك فيها جزء منها علشان تحافظ على حياتك إذا ما تحب نفسك راح تهملها الفرق يعني للأسف ليس خيط دقيق ما بين حب الذات والأنانية فرق كبير آه فرق كبير الأنانية مشكلة نفسية تحتاج إلى علاج إن الإنسان يحب نفسه ويركز على نفسه ويؤذي الآخرين أو يهمل الآخرين ويضر الآخرين هاي مشكلة يعني المساء لازم يتعالج من هالمشكلة هذه بينما حب الذات وهو توازن إنك تحب نفسك وتحب الآخرين صحيح تحب نفسك وتحبيتك تحب نفسك تحب عباداتك تحب نفسك أي شيء اللي هو يفيدك فأنت عايش معه بحالة حب لا يمكن تاكل شيء ما تحبه أكيد إذن الموازنة في العلاقة بين الشخص وذاته ومجتمع والدين والأمور الأخرى جدا مهمة لكن البعض أستاذ اليوم عنده يعني ما رح أقول مشكلة لكن عنده بعض الجزئيات بترك الأشياء أو الاحتفاظ فيها ممكن تأثر على شخصيتها هل هذا شيء طبيعي أم أيضا يحتاج إلى تأسيس النفس أو يعني مراجعة النفس أكثر المرة بكيفية التعامل مع هذا الشيء حب الذات هو جزء منها شنو الشيء اللي إذا أنت سويته تستانز بدون ما تؤذي الآخرين صحي فالخوف من حب الذات هذه ياية من مثل ما قلت لك برمجة على الناس بأنه أنت تحب نفسك ما تحب هذا إلا ما يهمه المصرح أكون إنسان ما تهمه مصرحته صحي كل الناس تهمهم مصرح صحي لكن التركيز على الذات جزء منها أولي تطويرها تحافظ على صحتك تحافظ على علاقاتك مع الأخي عيبين أن يحب نفسه صحي يقدر ذاته بينما الأنانية مثل ما قلت لك يركز على نفسه ينغلق على نفسه وما يهم الآخرين أحيانا الأنانية توصل إلى مرض النرجسية صحي اللي أخوة هذا مرض يعني ترى مشكلة نفسية يعالجونها بالطب النفسي يعني موهينة لأنه ما تهمه مشاعر الآخرين يبدو بس يشوف نفسه وينسى الناس ولا يتأثر بآلامهم ولا يشاركهم حتى فرحهم ولا يشغل فيهم صحي منغلق على نفسه هذه الأنانية وغالباً مو موجودة ترب أكثر الناس هذا مرض نادر يعني يصحوش الناس صحي بس الناس تخلط تخلط لأنه من تشوف الإنسان انتبه بدأ يحمي حدوده الشخصية بدأ أنه هو ينتبه حق صحته يروح نادي بدأ ينتبه على شغله يبي يتركه يبي يطور نفسه فجزء منها تقوم تخب في العلاقات الإنسانية بالخارج التزاماته فيبدي يسمع المجتمع يبدي يقول له شفت نفسك كبر راسك تغيب صحيح هذه الكلمات يعني استاذ لا يمكننا ما تأثر بالشخص خاصة في البداية لما ياخذ القرار أنه يهتم بنفسه بشلون يكون قوي ويتحمل هذا الكلام ويشوفه شيء مردود عليه لكن بعدين مو على الحين هو غالب من رأي الناس مجرد رأي يعني رأيهم مجرد رأي يمكن استمر فيه يمكن بقى شري غيره إحنا لما نعطي رأي الناس خلي يقولون بس أنا ما أتبنى هذا الرأي إذا تبنيت أصبح رأيي بنفسي نفسك نفس الإنسان ترى ما يهمها رأي الناس صحيح يهمها أنت شنو اللي أخذتها وصدقتها وصار رأيك بنفسك فأحنا ما يقولون مزعل نفسه يعني مو أنا ونفسي قاعدة يمي أكيد مزعل نفسه مزعل الضفل اللي بداخله أن هذا بس قال لك كلمتين بسرعة صدقت وتأثرت إذا صدقت وتبنيت هذا الموقف أصبح جزء منك فيحوش الناس إحباط نفسك الداخلية بالفطرة سمون هذات العصلية بالفطرة ترفض هذا الشي فتشوفه دائما منزعج من آراء الناس ليش ما تقولون كلام الطيب ليش ما تحفزوني زي إنهم والله قالوا كلام طيب ما قالوا هذا رأيهم هذا إنعكاسهم اللي بداخلهم مو رأيانا فما لازم نأثر عليك بهذه الصورة اللي ممكن أن تترك مبادئك ومفاهيمك لنفسك وترجع لهم مرة ثانية عشان ترضيهم لكن أستاذ اليوم نسمع بأن في أشخاص تعلقوا بالآخرين وهذا التعلق صار مبالغ فيه لدرجة أنه إذا فلان تركني أنا راح أكون إنسان بحالة سيئة جدا سواء كان صحية أو نفسية إذا فلان كان يقريب مني فأنا بخير ومطمن هذا التعلق هل هو مفهوم الحب؟ هذا الحب الصحيح إنه إذا إنسان تركك فأنت راح تتعب وإذا كان معاك فأنت بخير ولا هذا أيضا شيء نفسي لازم نحن نصالح اليوم الحب حرية الحرية مسؤولية أنت تقدر تأخذ سيارتك تطلع بأي وقت تروح أي مكان بس ما تخطر الإشارة الحمرة مثلا ما توقف أو تسوي أشياء غلط الحب حرية فليحب الإنسان يعطيه الحرية التمسك فيه هذا جزء من البرنامج اللي مو صحيح يعني يكبر الإنس يطفل ما يخالف أنت بتعتيني فيه تعتيني فيه إنسان كبر وبلغ وأصبحت لخططه وأهدافه وحماياته أني أنا متوصي عليه يوصل أحياناً يوصل له في عمري جد ومع ذلك تشوف أبوك ما زال مسيطر أنه روح يمين وروح شمال الحب حرية صحيح إحنا لما تتعلق بإنسان يسمونه التعلق المرضي لو كان تعلق بوناسه أنت متعلق بهواية متعلق بأكله هذا التعلق إذا كان والله يسعدني عليك بالعافية بس إذا صار فيه إزعاج للنفس ومضايقة هذا شنو اللي يصير فيه يسمونه التعلق مرضي إدمان الخروج منه كالخروج من عملية أي إدمان لها آثار انسحابية مؤلمة صحيح وتأثر على صحتك وتأثر على صحتك وعلى علاقاتك وإنت ليش تسوي فيني كذي يعني جزء منه أنه مسيطر يبي يسيطر على الناس يخليهم على كيف وهو ما يبي يسوي نفس الشيء صحيح ما بيقاطك بهذه النقطة بس عشان نركز عليها أيضا المشاهد فإذا الحب ما لا علاقة في السيطرة أو أنه ممكن تكون في بعض المؤتقدات الخاطئة في التعامل بأنه أنا وجهها في قراراته شيء يسوي وشيء يجب أن يتركه إذا الحب هو حرية والحرية مسؤولية هذه الطريقة التي تشوفها صحيح فبهذه الطريقة تكون الأمور سليمة ما فيها أي إشكالية ما رح يكون فيه تعلق بالآخر أيهو حتى عيالنا أنا أحبهم بس هذا الولد كبر مثل الطير وطار يبني عشه بروح يبني عشه بعيد يبني كمل دراسته بره صح فأنا المفروض أساعده أعرف أنه هو يوم كان في بطن أمه الله خير وحافظ عندي في البيت الله خير وحافظ نحن يوم طلع بره البيت الله مو خير وحافظ وهم بحده الله خير وحافظ صحيح إذا أنت تحب هذا الشخص خليه سعيد بحياته فأهو رح ييك على كيفه وعلى كيفك لكن عملية الجذب ما تيوني يومين ما نشوفه يكب الإزواء طبيعة النفس ما تمشي بالأوامر صحيح الأوامر ما تمشي في منطقة القلب منطقة العقل سو هذا لا تسوي هذا حرك الكاميرا وروح مني هذه أشياء فنية يجرد واجبات لاس بطن لكن ما فيها شعور أو ما فيها حساس العلاقات الإنسانية ما فيها تحكم ما فيها أن الإنسان يخاف يعني يمكن حتى الزوجة تقول أنا أنا أسمع كلامه وأطاوعه لأني أحبه أحبه صحيح أما والله أخاف منه يعني مثل هذا اللي يقول أنا أخاف من الشرطي بس إذا ما أكو أطلع بالإشارة أخالف صحيح والقانون يعني يحترم بوجود رجل أمن أو بعدم وجوده للبنهاية القانون لازم يكون موجود صحيح موجود لسلامتنا أكيد فنفس الشيء الحرية واللي يسمونها دستور الأسرة في العلاقات قوانين العلاقات والصداقات مع الناس هي بالأصل عشان العلاقة السليمة صحيح علاقة سليمة واضحة مبنية على حب مبنية على محبة مثل ما قلت أهدك شوف حينش كثير رددنا اليوم كلمة حب صحيح الناس تفهم الحب غالبا حطتها في بين الرجل والمرأة صحيح بينهم الحب ألوان أكيد ونحن يمكن بطريقة غير مباشرة تكلمنا بالحب بأنواعها المختلفة أو بتواجد بأكثر من شكل وكل شكل أجمل من الثاني لكن تكلمت عن جزئية مهمة اليوم ممكن يعيشها الشاب مجرد ما ياخد قرار الزواج فتبدي علاقة الأم والأب بالخوف على هذا الولد تدري اليوم أو على هذا البنت أستاذ اليوم ما هو سهل لما البنت تكون في البيت وفجأة تروح بيت زوجها فتكون هذا البعد في المسافة فأنت شبهت الطفل أو بالولد لما يكبر أنه طير ويالوقت أنه يبتعد أو أنه إذا عنده قرار الابتعاد فبالنهاية هذا قرار لكن اليوم الأم والأبو صعب عندهم هذا التعامل أنه يتقبل بأن البنت أو الولد صار بعيد فدائما يبي يكون قريب فيجبره بطريقة أو بأخرى بأنه تعال مرني زور لو عشر دقائق هذا بالنهاية شيء عاطفي شون ممكن انتعامل معه بين الطرفين بحيث أنه يكون هذا اللقاء مواجب كثير ما هو الشعور بالحب والوله والاشتياق للطرف الآخر إيه قلت له ما قلت أم وأبو معناها علاقة عاطفية عميقة صحيح طبيعة الأم تخاف نلاحظ كلمة تخاف الجزء من خوفهم ما يبون الطرف بنتهم أو ولدهم أنهم يخطعون معنا يعني نحن نقول نحن ساعات حكومات ومستشارين هاي غلطون صحيح نحن ياتع الأوليد بعدين حق من حقوق الإنسان أنه هو يخطئ ويتعلم من خطأه صحيح إذا أنت بتحميه من الخطأ مثل الطفل اللي يحطونها اللي يسمونها الشيشة أو الحافظة أول ما يولدونه صحيح مثل المدة عشرين سنة أنا حطه هنا هذا معناها لو طلع بره أقل هوى رح يستمرض صحيح لا ما عنده مناعة جزء من تربية الإنسان أنه يتحمل مسؤولية قراراته أنا ما أقول بالأشياء الخطرة لكن حتى في قرارات الزواج صحيح أنا بقدر الإمكان ننصح نقول نوجه إنما طلع غلط ما توفقه إذن هذه جزء من تجارب الحياة صحيح ما يصير أنا أمشي أمية في أمية وأوجه الناس مثل يمشون على القطار لا تروح إلى يمين ولا شمال جزء من حرية الإنسان من محبته حق نفسه إننا إحنا خلقنا لننمو ننمو روحانيا أغلط بالصلاة بعدين أريد أصلح ما أصلي الفير أقضيها فأتعلم بعدين أنا كونت علاقات وتنبهت إنها جزء نعرف إن كلام أهلي إن هذا الشيء مو زين إذا أنا ما جربته صحيح نوع التجربة أحيانا تحتاج أن تكون الصورة أحيانا أن يكون الربع ونسون صحيح فهي شيء ونسني يدقلي خطر بالضبط زين أنا ما أدخل في علاقات مع أصدقاء سوء ذيلة بس على الأقل أنا أقرر إن هذا الشخص ما بيأمشي ويا أنا أقرر صحيح مو أبو يقول لي هذا أمشي معه وهذا لا تمشي معه أكيد وهذا ممكن بعدين سأذر على الشخصية أحنا تكلمنا على يعني جوانب كثيرة من الحب أبيع بس أركز على على جزء حب الممتلكات حب السيارة حبي للساعة المبالغ فيه شوي هل هذا أنضر طبيعي لما أنا أتعلق بهذه الشخصات أني يكون عندي حب للممتلكات الشخصية لي أنا لا هو شيء يسمونه اهتمام أو شيء يسمونه اتقان المحافظة على الأشياء هذا أعشق أنا هذا الشيء بس مثل ما قلت لك أي علاقة سواء كان تعلق بأفكار تعلق بأشياء وصل إنه إذا أنا بتعدت راح أتضرر معناها دخلت في التعلق المرضي اللي تكلمنا عنه اللي تكلمنا عنه من قبل إيه أنا أحب الساعات أو أحب الأشياء الكلاسيكية اللي أنتو يعني الشباب يحب يعني أوكي مدام أي حب مو قاعد يأذيني كيف صحيح بس إذا بدأ عليه الضرر ما يفرق عن إدمان أي شيء صحيح فلحنا شنو أقول أقول إنه خليه يحب اللي يحب واللي ما يحبه أنا هالمطعم أحبه أنت ما تحبه هالأكل أحبه أنت ما تحبه يعني ما يصير نتفغ في كل شيء مثل كليش الختم أنا ماضي الشخصيات صحيح أنا في هالعمر يعني أنا أتعجب من هذي الشباب اللي كله مستعيلين ويقحصون وما شيء زي بعدين أقول أقول روحي أنت نسيت الحيوم تقاعت قمت أمشي على رواءة صحيح وكنا كنت حافظ إيه هذه مرحلة يمر فيها الإنسان أي إنسان وأنا مثل ما قلت إحنا واحدة من أخطائنا إنما نبي الطرف الثاني يخطئ خليه يخطئ وما تقدر تمنع الخطأ بس شيء واحد علمه يتحمل مسؤولية خطأه يتعلم منها عشان لا يكررها شيء يخوف الإنسان دائما الإنسان بالماضي حدثت أخطاء ما تعلم من غلطته فيقوم يخاف قلق يخاف ويقلق أنه تصير معاه مرة ثانية بالمستقبل يعني الآن هو في حالة قلق وخوف ليش يقول أنا مرأت في هاتف فما أبينا مرة ثانية يتواجه النفس الغلطة يخاف أنه يتواجه إن زين شنو الحل تأخذ هذه المشاعر اللي فيها خوف وغضب ذيلة سوها التعلم كأن نتكلم نفسك بس خلاص يبقى تقدبنا تتعلمنا الآن ما راح نكرر نفس أخطائنا فالنفس تقوم تهدأ يعني ما تخاف هذا المقاول أو الفني يسوه معاك مثلاً هالشغلة تقول لا أنا مرأت بهذه التجربة ما راح أعيدها مرة ثانية أكيد يسعد من تكلم الجانب الآخر وهو أن الواحد يهدي شخص معين هدية دائماً يشعر بالسعادة هل فعلاً الهدية مرتبطة بينها ممكن تسعد ذاتك مجرد ما أنت تسعد الآخر إيه هو دائماً يعني تهاد وتحب الحب جزء منه بالأصل توازن الأخذ والعطاء إذا أنت تحب نفسك تحب الآخرين دليل على الإنسان ما يحب نفسه أنه ما يحب الآخرين عايش الكراهية أنا شي نقول نقول أن زين أنت لا تحبه بس لا تكرهه صحيح فالأشياء اللي مثلاً أو الارتباطات اللي تصير مع الإنسان في أن هذا الإنسان لما يتعلق بأشياء جزء منها يحب يعطي فهو في مرحلة معينة إذا زاد كأنه يشتري صداقات يشتري حب إزاي وين التوازن التوازن أنك أنت تتقبل نفس الشي وما يهدونك أو كل ناس عندهم مشكلة ترى يحب يعطي بس ما يأخر ليش يعني أنا دائماً في الدورات ساعة أقول لها عيد ميلادي أنا يوم ميلادي أنا يوم ميلادي أنت يهديتك ساعة ذهب أنا الساعة عبد الرزاق يوم ميلادي شنو رح تهديني شنو إيه وردة حلاوة يعني شنو القصد منها يتتيقلون الأخ يخافون لا 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 يا معود أخذ أخذ لما أنت تتقبل الهدايا البسيطة كأنك تقول حق الهدايا الشبيرة تعالوا صحيح اللي يخاف من الهدية الصخيرة شو نعطيك هدية شبيرة أنا دائماً أقول إذا كان الإنسان ما يقبل الحلاوة بعدين يقعد يدعي ربه يا ربي أبي أروسة حلوة بيت حلو سفرح أنت حلاوة ما تأخذ أنا أخذ منك الحلاوة تأخذ الحلاوة يا لك يا تعطيها غيرك مصمص ستعطيها النمل المهم أنت ترسل رسالة أنا أتقبل الهدايا كل شي حلو صحيح إذا أنت ما تقبل الربع دينار أخذ الربع قطة بالسيارة صحيح إذن الهدايا والحب العطاء يشبع منطقة في الإنسان أنت عطيتني هدية تقديرا وحبا بس ما قلتك بشرط أنك أنت تتقبل نفس الشيء فيصير توازن الأخذ والعطاء صحيح سالة درزاق الموسى محاضر في العلاقات الإنسانية وعلوان الحب شكرا لأنك أنت بعثت الحب في هذا الاستيديو باسترسالك بيه تفاصيل مختلفة إن شاء الله نلقاك في حلقات يا يا أيا بمواضيع أخرى تتكلم عن الحب وغير أكيد مشاهدين مستمرين معكم لكن بعد هذا الفاصل